يتجه عام 2019 نحو نهاية مثالية بالنسبة لمستثمر أسواق الأسهم العالمية بعد الإغلاق المؤلم لعام 2018 واستفادت أسواق المال هذا العام من حوافز البنوك المركزية واستيعاب الأسواق لتوترات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وبلغت مكاسب مؤشر ستاندردان بورز الأمريكي نحو 25% مع ارتفاع مؤشرات السوق لمستويات قياسية واقترب مؤشر CSI الصيني من الحصول على لقب أفضل بفضل مكاسبه التي وصلت إلى نحو 30% ومع ذلك لم يكن للسوقين الأكبر في العالم نصيبا من هذا اللقب بعدما تفوق عليهما مؤشر أثيكث اليوناني مرتفعا بأكثر من 41% كما ارتفع مؤشر MSCI اليوناني أيضا بنحو 39% مدفوعا بتكثيف المستثمرين لمشترياتهم مع التفاؤل بأفاق الاقتصاد وتجاوزه لأزمة الضيون يأتي هذا الارتفاع في سوق الأسهم اليونانية بعد عقد من عمليات الإنقاذ التي قادها منحون دوليون وبعد سنوات من التدابير والسياسات التقشفية وتتبنى الحكومة الجديدة في اليونان سياسات للتجنب أو لجذب لاستثمار الأجنبي المباشر بما في ذلك خفض الضرائب وخصخصة الصناعات المملكة للدولة ترجمة نانسي قنقر